ظرف الاستعدادات الأولية لموسم الحج لسنة 2014 أهم هذه الاستعدادات هو ضبط التكلفة الجملية المترتبة على كل حاج للقيام بمناسكه والنظر في رزنامة فتح الشبابيك الموحدة اللي مش يقصدها يعني كل الذين تم قبولهم للقيام بالمناسك الحج في كامل ويد جمهورية للقيام بإجراءة الصفر من اقتناع تذكرة الصفر ودفع معاليم الإقامة والإعاشة والتنقل وبذلك نكون قد بدأنا نشعر فعلا بأننا يعني سننطلق في الموسم اللي هو تقريبا مش يتكون أول طائرة في اتجاه البقعة المقدسة يوم 13 سبتمبر إذن حتى يبدأ الاستعداد النفسي للحجيج خاصة وأن بالأمس مثلا بدأنا في الحج يعني التطبيق الحج الأبيض اللي هو مش يكون تتم وتكملة للدروس التوعوية اللي مروا بها حجيجنا بالنسبة إلى هذا الموسم وأكد عب سطار بدر مدير ديوان ويزارة شؤون الدينية أن عدد الحجيج لهذه السنة فاقة 8000 حاجة وهو نفس عدد السنة الفارتة ورجع تقلص عدد الحجيج التونسيين بسبب أشغال التوسع اللي يشهدها الحرم عدد حجيجنا بالنسبة إلى هذا الموسم هو كعدد حجيجنا بالنسبة للموسم المنقضي ويتمثل في 8300 حاجة بعد أن تم تقليص حصة التونس بـ 20% نتيجة الأشغال اللي يشهدها الحرم المكي في هذه الأيام هذا وأعلنت وزارة شؤون الدينية في بلاغ صادر عنها اليوم أن تسعير الحاج بالنسبة إلى موسم الحاج لسنة 1435 هجري حددت بـ 7730 دينار للحاجة الواحد أي بزيادة قدرت بـ 3.4% عن الموسم الماضي وهو ما يعادل 255 دينار كمعلوم إضافي للحاجة الواحد وأفاد البالغ بأنه يحق لكل حاجة تحويل المنح السياحية بعنوان سنة 2014 تبقى لترتيب المناشير النافذة والصادرة عن البنك المركزي التونسي